اشتركوا في القناة 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 الصيام محرم من يعرف الصيام محرم اقل ما ينكره خمسة اشياء او ستة يلا ستة اشياء بسم الله من يعد صيام يوم الشك صيام يوم الشك يعني يوم ثلاثين من شهر شعبان كذلك يتقدم صيام رمضان بيوم او يومين حتى التاسر عشر الا اذا كان من عادة ان يصوم مثال الان في هذا العام يوم الشك عندنا يوم الثلاثين ياتي اعتبر الثلاثين المخطئ الشيء اه الثلاثين الثلاثين عندنا في هذا السن من عادة الشيء ان يصوم يوم الاذني في يوم الاذني انت قد دور رضا بيومي او يوم فصار لان من عادة ان يصوم يوم الاثلاثين يصح الاقلوب راهي من عادة الماس عدال الرئي وقال اريد ان نصوم هذا اليوم نقول ما تصوم مخفوم طيب مرة ثانا السيام يوم الشك يتقدم سيام رمضان بيوم او يومين ثم ما احد يتكلم الله اعلم السيام محمد والله لاعلم السيام عيدة فتح الله علي عيدة الخضر وعيدة الالحف نعم وصيام ايام التشريع الا لمن لم يجد هذه وسيام محرم نعم وكذلك سيام الدهر نعم سيام الدهر يصبح رفته كل عام نعم وكذلك سيام رجل فتح الله عليك نعم سيام رجل تخصيص رجل بالصيام على النبينة قال الحامر ابن رجل لم يفكر شيء في فضل يا رجل نعم طيب هذا السيام الواجب والمستحب والمقلوب 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 اشتركوا في القناة